السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي أهلا بكم النهاردة نشرح الدرس الثاني والدرس الثالث وعن حل تدريبات سلاح التلميذ على الدرسين من المفهوم الأول الخليق النظام من الوحدة الأولى من النظام من منهج العلوم الجديد للصف السادس الابتدائي الفصل الدراس الأول وما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب الدرس الثاني نشاط خمسة تاريخ موجز عن الخلية يبول حاجة أن نعرف مع بعض تاريخ موجز عن الخلية في بداية الدرس بيقول لك فكر ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية واحد نستطيع أن نرى معظم الخلايا دون الحاجة إلى المايكروسكوب العبارة خطأ طب رقم اثنين بعض الكائنات الحية لا تحتوى على خلايا العبارة خطأ نجي بعد كده أول حاجة نعرفها اكتشاف الخلية تاريخ اكتشاف الخلية في عام 1665 استخدم العالم روبيت هوك المايكروسكوب لفحص عينات من كائنات حية وصف هوك الأجزاء الصغيرة جدا في هذه العينات بأنها تراكيب منتظمة يبقى العالم هوك وصف الأجزاء الصغيرة جدا في هذه العينات بأنها تراكيب منتظمة يعتبر هوك أول من استخدم كلمة خلية لوصف هذه التراكيب يبقى هوك أول من استخدم كلمة خلية لوصف هذا التركيب العلماء والمايكروسكوب بعد اكتشاف الخلية سمحت أجهزة المايكروسكوب المطورة للعلماء باكتشافات جديدة مثلا أول حاجة اكتشاف نواة الخلية من خلال مراقبة العديد من الخلايا النباتية ثاني حاجة وجود كائنات تتكون من خلية واحدة بانسموها أنظمة بسيطة وكانت تتكون من العديد من الخلايا لأنظمة معقدة رقم 3 الخلية هي الوحدة الأساسية للتركيب في الكائنات الحية يبقى الخلية هي الوحدة الأساسية للتركيب في الكائنات الحية فجميع الكائنات الحية تتكون من خلايا مهما كانت صغيرة أو كبيرة أجهزة الميكروسكوب المطورة سمحت للعلماء باكتشافات جديدة بعد اكتشاف الخلية إيه هي الاكتشافات دي؟ قال لك اكتشفوا نواة الخلية من خلال مراقبة العديد من خلايا النباتية اكتشفوا أن فيه كائنات تتكون من خلية وحدة بنسموها أنظمة بسيطة وكائنات بتتكون من العديد من خلايا بنسموها أنظمة معقدة واكتشفوا أن الخلية هي الوحدة الأساسية للتركيب في الكائنات الحية جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا مهما كانت صغيرة أو كبيرة ساعدت أجهزة الميكروسكوب المتطورة العلماء على رؤية الأشياء الصغيرة جدا وأصبح في إمكانهم استخدام المعلومات التي تم التوصل إليها من أبحاث بعضهم البعض لفهم الخلايا بشكل أفضل ما أهمية ثقة الباحثين في نتائج أبحاث غيرهم من الباحثين اللي اسمها الأمانة الفكرية عند دراسة الخلايا قال لك أن ثقة الباحثين في نتائج بعضهم البعض مهمة لتحسين فهمهم للخلايا وتجنب تكرار الجهود وإهضار الوقت طب لماذا يجب على العلماء الانفتاح على الأفكار الجديدة عن كيفية عمل الخلايا قال لك لأن كل فكرة جديدة يمكن أن تعمق فهم الخلايا وكيفية عملها بل لأن كل فكرة جديدة يمكن أن تعمق فهم الخلية وكيفية عملها فينا سؤال اختبر نفسك ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية واحد ساعدنا الميكروسكوب المتطور على اكتشاف نواة الخلية العبارة صحيحة رقم اثنين تعتبر جميع الكائنات الحية أنظمة معقدة العبارة خطأ بعضها أنظمة معقدة وبعضها أنظمة بسيطة هذه الكائنات تتكون من خلية واحدة نشاط رقم ستة البحث العملي استخدام الميكروسكوب لرؤية الخلايا كما تعلمنا يساعد الميكروسكوب العلماء على اكتشاف الكثير حول الخلية وتركبها ده الميكروسكوب المتطور يبقى الميكروسكوب ساعد العلماء على اكتشاف الكثير حول الخلية وتركبها وصف أجهزة الميكروسكوب يبقى ده اسمه جهاز الميكروسكوب يبقى ده اسمه الميكروسكوب يصفه مع بعض أول حاجة عندك ده اسمها إيه؟ عدسة عينية ده اسمها عدسة عينية العدسة الأقرب للعين لذلك سميت العينية وننظر من خلالها للعينة بده العدسة اللي بننظر من خلالها للعينة ده اسمه المقبض الضابق الكبير المقبض الضابق الكبير يستخدم لإجراء تعديلات كبيرة لتركيز صورة العينة يستخدم إيه؟ يستخدم لإجراء تعديلات بنعدل فيه لتركيز صورة العينة ده اسمه المقبض الضابق الدقيق ده اسمه إيه؟ المقبض الضابق الدقيق يستخدم لإجراء تعديلات صغيرة لتركيز صورة العينة يستخدم لإجراء تعديلات صغيرة لتركيز صورة العينة هنا بعد كده ده اسمها استوانة ده اسمها إيه؟ استوانة تحتوي على عدسة أو أقصر لتجميع الضوء من العينة لرؤية واضحة إبقى الاستوانة دي بتحتوي على عدسة أو أقصر ليه؟ قال لك لتجميع الضوء من العينة لرؤية أوضح في بعد كده عندنا دول اسمها عدسات شيئية إبقى دي ودي اسمها عدسات شيئية دي اسمها العدسات الأقرب للشيء وهو العينة المراد رؤيتها لذلك سميت الشيئية وهي عدسات ذات قوة تكبير مختلفة عدسات ذات قوة تكبير مختلفة في بعد كده عندنا ده الزراع ده الزراع يستخدم لحمل الميكروسكوب وتحريكه زراع يستخدم لحمل الميكروسكوب وتحريكه دي اسمها منصة توضع عليها العينة إبقى المنصة دي توضع عليها العينة أما ده اسمه إيه؟ مسبت الشريحة إبقى ده اسمه مسبت الشريحة يستخدم لتثبيت الشريحة الموجودة عليها العينة بعد كده ده، المرآة لتوفير الضوء الكافي لرؤية العينة، وده قاعدة المايكروسكوب، يرتكز عليها المايكروسكوب، يبقى للقاعدة يرتكز عليها المايكروسكوب. المايكروسكوب تعريفه آداء تستخدم لتكبير صورة الأشياء الضقيقة. يبقى يقولك إيه هو المايكروسكوب؟ أداة تستخدم لتكبير صور الأشياء الدقيقة أول حاجة معنا التساؤل والتوقع ما الفرق بين شكل الخلايا النباتية والحيوانية تحت المايكروسكوب الأدوات والخطوات الأدوات شريحة رقيقة من قشر الفلفل الأخضر شريحة مجهزة لخلية حيوانية وقطارة وماء ومايكروسكوب مركب شريحة ميكروسكوب وغطاء الشريحة وملقاط الخطوات ضع قطرة ماء واحدة في وسط شريحة المايكروسكوب هذه شريحة المايكروسكوب وضعنا فيها قطرة واحدة من الماء ثاني حاجة ضع جزء من قشر الفلفل في وسط قطرة الماء بالملقاط نضع جزء من قشرة الفلفل في وسط قطرة الماء بالملقاط ثالث حاجة ضع غطاء الشريحة فوق العينة نضع غطاء الشريحة فوق العينة بعناية بعد كده الخطوة رقم أربعة بيقول لك ثبت الشريحة على المنصة ثم اختر أقل قوة تكبير للعدسة الشيئية وثبتها في موضعها الخطوة رقم خمسة انظر خلال العدسة العينية واستخدم مقابض الضبط لرؤية العينة بوضوح رقم ستة اختر العدسة الشيئية بأكبر قوة تكبير اختر العدسة الشيئية بأكبر قوة تكبير واضبط تركيز الصورة مرة أخرى واضبط تركيز الصورة مرة أخرى رقم سبعة كرر الخطوات أربعة وخمسة وستة مع الشريحة الجهزة وارسم صورة لما رأيته تحت المايكروسكوب في كل مرة رقم تمانية تأكد من تنظيف الشريحة وإعادة المايكروسكوب إلى مكان آمن بعد الانتهاء عن شوف النتائج والملاحظات قال لك يختلف شكل الخلايا النباتية في شريحة الفلفل عن شكل الخلايا الحيوانية في الشريحة الجاهزة ده خلايا نباتية وده خلايا حيوانية بيختلفوا عن بعض في الشكل التحليل والاستنتاج بيقول لك ظهت العينات بوضوح أكبر عند استخدام العدسة الشيئية الأكبر في قوة التكبير يساعدنا المايكروسكوب على رؤية وفحص الأشياء الصغيرة جدا بضقة نشاط سبع مكونات الخلية غشاء للخلية نشوف تصنيف الكائنات حسب عدد الخلايا تصنيف الكائنات حسب عدد الخلايا بيختلف عدد الخلايا من كائن لآخر ويمكن تقسيم الكائنات حسب درجة تعقيد التركيب إلى إبعاد الخلايا بيختلف من كائن لآخر عن جسم الكائنات حسب درجة تعقيد التركيب إلى كائنات وحيدة الخلية وكائنات عديدة الخلايا الكائنات وحيدة الخلية بنسموها كائنات بسيطة تتكون من خلية واحدة مثل البكتيريا ودي صورة توضحية للبكتيريا أما كائنات عديدة الخلايا دي كائنات معقدة تتكون من خلايا عديدة مثل النباتات والحيوانات إبا كائنات عديدة الخلايا دي كائنات معقدة وبتتكون من خلايا عديدة مثل النباتات والحيوانات ودي صورة للخلايا الحيوانية نشوف مستويات تركيب جسم الكائنات عديدة الخلايا مستويات تركيب جسم الكائنات عديدة الخلايا يتم تنظيم تركيب معظم أجسام الكائنات الحية عديدة الخلايا في خمس مستويات هي واحد الخلية يبعيندينا مستويات تركيب جسم الكائنات عديدة الخلايا يتم تنظيم تركيب معظم أجسام الكائنات الحية عديدة الخلايا في خمس مستويات أول مستوى عندنا اللي هو الخلية والخلية دي هي أصغر وحدة بناء لجسم الكائن الحي يبقى الخلية أصغر وحدة بناء لجسم الكائن الحي بعد كده النسيج والنسيج ده بيتكون من مجموعة خلايا وبتكون متشابهة في الشكل والوظيفة يبقى النسيج عبارة عن ايه مجموعة خلايا متشابهة في الشكل والوظيفة بعد كده العضو يتكون من ارتباط مجموعة من الأنسيج معا يبقى العضو يتكون من ايه ارتباط مجموعة من الأنسيج معا رقم 4 الجهاز يتكون من ارتباط مجموعة من الأعضاء معا يبقى مجموعة من الأعضاء يرتبطوا مع بعض يكونونه كجهاز زي الجهاز الهضمي بعد كده الكائن الحي ده يتكون من ايه كائن الحي مجموعة أجهزة تعمل معا يبقى الكائن الحي يتكون مجموعة أجهزة تعمل معا يلعب كل مستوى من هذا التنظيم الحيوي دور محدد يتعلق بتركيب الكائن الحي ووظيفته يبقى كل مستوى في هذا التنظيم الحيوي يلعب دور محدد يتعلق بتركيب الكائن الحي ووظيفته خلايا الكائنات عديدة الخلايا خلايا الكائنات عديدة الخلايا تشترك خلايا النباتات والحيوانات كائنات عديدة الخلايا في أن معظمها يحتوي علم حاجة بنسموها عضيات إيه هي العضيات دي؟ تراكيب داخل الخلية لها وظائف خاصة عضيات هي إيه؟ تراكيب داخل الخلية وليها وظائف خاصة نواة إيه هي النواة دي؟ قال لك إحدى العضيات وتعتبر مركز التحكم في باقي العضيات إبقى النواة إحدى العضيات وهي اللي بتتحكم في باقي العضيات مركز التحكم في باقي العضيات غشاء الخلية وهو غشاء بلازمي يحمي الخلية وينظم ما يدخل إليها إبه غشاء الخلية غشاء بلازمي غشاء بلازمي يحمي الخلية ويعمل ثاني وينظم ما يدخل إليها الحاجة الرابعة السيتبلازم السيتبلازم ده عبارة عن سائل داخل الخلية بتسبح به العضيات السيتبلازم سائل داخل الخلية تزبح فيه العضيات إذا خلايا النباتات والحيوانات اللي هي كائنات عديدة الخلايا بتشترك في أن معظمها يحتوي على العضيات ونواة وغشاء الخلية والسيتوبلازم طيب هنا بيقول لك علل يختلف العضو عن العضية العضو يختلف عن العضية ليه؟ قال لك لأن العضو أكبر بكثير من العضية فالعضو هو مجموعة أنسجة مرتبطة معا بل العضو عبارة عن مجموعة أنسجة مرتبطة معا ويؤدي العضو وظيفة معينة بينما العضية هي تركيب داخل الخلية يؤدي وظيفة خاصة العضية تركيب داخل الخلية يؤدي وظيفة خاصة أما العضو مجموعة أنسجة منطبطة معا ويؤدي العضو وظيفة معينة ملحوظة يتكون جسم الإنسان من حوالي 40 تريريون خلية تتميز الخلية النباتية بأن لها جدارا خلويا يتكون من السليلوز الخلية النباتية تتميز بأن لها جدار خلوي الجدار الخلوي يتكون من السليلوز الخلايا المتخصصة في الكائنات الحية عندنا الخلايا المتخصصة عبارة عن خلايا تؤدي وظائف محددة في الحيوانات والنباتات بل خلايا المتخصصة عبارة عن خلايا تؤدي وظائف محددة في الحيوانات والنباتات مثلا في عندك خلايا العضلات وخلايا العظام وخلايا الدم في الحيوانات خلايا العضلات وخلايا الدم في الحيوانات وخلايا تقوم بعملية البناء الضوئي أو تجميع المياه والعناصر الغزائية في النباتات هذه الخلايا المتخصصة طيب يحب Eric جئك ما الأنظمة التي تحافظ على الكائنات الحية عديدة الخلايا على قيد الحياة ما هي الأنظمة التي تحافظ على الكائنات الحية عديدة الخلايا على قيد الحياة إذن أن هذه النباتات هي الأنظمة توجد في خمس مستويات إيه هما الخمس مستويات دولة قال لك الخلية الأنسجة العضو الجهاز الكائن الحي بأكملهم إبقى الخلية الأنسجة والعضو والجهاز والكائن الحي بأكملهم ما الذي يجعل الخلية نظاما قال لك تتكون الخلية من عضيات تعمل معا بطرق مختلفة لتؤدي وظائف خاصة تحافظ على حياة الخلية إبقى إيه هو اللي بيجعل الخلية نظام قال لك أن الخلية بتتكون من عضيات الخلية تتكون من عضيات العضيات دي تعمل معا بطرق مختلفة ليه قال لك لتؤدي لتؤدي وظائف خاصة تحافظ على حياة الخلية نشاط رقم 8 وظائف مكونات الخلية إبقى هنا نشوفه في هذا النشاط نتعرف معا على وظائف مكونات الخلية طب هنا بيقول لك فكر ضع علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية تحتوي بيضة الطائر على خلية كبيرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة العبارة صحيحة طب رقم 2 بعض أنواع البكتيريا تتكون من خلية واحدة يمكن رؤيتها بالعين المجردة العبارة خطأ تتميز الخلايا المختلفة بتركيب مختلف وبصورة خاصة قد تختلف خلايا الكائنات عديد خلايا اختلافا كبيرا إبقى الخلايا المختلفة تتميز بتركيب مختلف وبصورة خاصة قد تختلف خلايا الكائنات عديدة خلايا اختلاف كبير وبالرغم من هذه الاختلافات تشترك معظم الخلايا في بعض الخصائص المشتركة فمعظم الخلايا تحتوي على غشاء الخلية يبقى معظم الخلايا تحتوي على غشاء الخلية يؤدي كل تركيب في الخلية وظيفة مختلفة تعمل هذه التركيب معا كنظام النظام ده بيساعد على التحكم في الخلية وتنظمها والحفاظ على بقائها يبقى تعمل هذه التركيب معا كنظام النظام ده بيعمل ايه؟ يساعد على التحكم في الخلية وتنظمها والحفاظ على بقائها نشوف مع بعض الخلية الحيوانية الخلية الحيوانية يوضح الشكل التالي بعض التركين التي تتكون من الخلية الحيوانية ده رسم تخطيطي للخلية الحيوانية أول حاجة ده اسمه النواة ده اسمه النواة ده بنسمه الميتو كندريا الميتو كندريا أما السائل ده اسمه السيتو بلازم تسبح فيه باقي العضيات أما ده غشاء الخلية غشاء الخلية ده رسم مجسم للخلية الحيوانية رسم مجسم للخلية الحيوانية زي ما احنا شايفين ده بنسمون ميتو كندريا ميتو كندريا ميتو كندريا أما ده النواة وهنا عنديك السايتو بلازم السائل ده اسمه السايتو بلازم وده غشاء الخلية غشاء الخلية المكونات الرئيسية للخلية الحيوانية هنا يجيب لك جدول أول حاجة العضية دي الوصف ودي الوظيفة نقول غشاء الخلية وظيفته إيه البطانة الخارجية للخلية الوصف بتاعه تقول البطانة الخارجية للخلية أما الوظيفة وظيفة الغشاء الخلية يتحكم في المواد التي تدخل إلى الخلية أو تخرج منها يتميز بالنفاذية الاختيارية إبه غشاء الخلية بيتميز بحاجة بنسموها النفاذية الاختيارية ليه بيتميز بالنفاذية الاختيارية قال لك لأنه يسمح لبعض المواد أن تمر من خلاله بينما يمنع البعض الآخر من المرور يسمح لبعض المواد أن تمر من خلاله بينما يمنع البعض الآخر من المرور ثاني عضية معنا اللي هو السيتوبلازم السيتو بلازم وصف السيتو بلازم تقول سائل هلامي داخل الخلية سائل هلامي داخل الخلية وظيفته تسبح فيهم كونات الخلية بعد كده عندنا النواة مركز التحكم في الخلية يبقى وصف النواة تقول مركز التحكم في الخلية طب وظيفة النواة وظيفة النواة تتحكم في كافة أنشطة الخلية النواب بتتحكم في كافة أنشطة الخلية ومن هذه الأنشطة قال لك تكوين البروتينات الانقصام لتكوين خلايا جديدة في بعد كده عندنا الميتوكنداريا دي مراكز الطاقة في الخلية الميتوكنداريا مراكز الطاقة في الخلية طب وظيفة الميتوكنداريا تمد الخلية بالطاقة التي تحتاجها يبقى الميتوكنداريا وصفها مراكز الطاقة في الخلية بتعمل وظيفتها قال لك بتمد الخلية بالطاقة التي تحتاجها لتستمر في العمل تمد الخلية بالطاقة التي تحتاجها لتستمر في العمل يحدث فيها التنفس الخلوي وهو عملية استخدام الأكسوجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام يبقى الميتو كندريا وظيفته بيعمل حاجتين تمد الخلية بالطاقة التي تحتاجها لتستمر في العمل وبيحدث فيها التنفس الخلوي ايه هو التنفس الخلوي قال لك عملية استخدام الأكسوجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام طب هنا بقولك اختبر نفسك فكر في العبارات التالية ثم حدد العبارة غير الصحيحة وصوبها هنا بيقولك ألف الميتوكندرية هي مركز التحكم في الخلية ده عبارة خطأ التصويب بتاعها إن النواة هي مركز التحكم في الخلية النواة مركز التحكم في الخلية طيب في رقم باب يقولك يحدث تنفس الخلية في الميتوكندرية عبارة صحيحة تزبح مكونات الخلية في السيتوبلازم العبارة صحيحة تسمى الطبقة الخارجية للخلية بغشاء الخلية العبارة صحيحة في رقم اثنين أكمل البيانات على الرسم المبين ويمكنك الاستعانة بالكلمات التالية هنا عندي نحن دي أول حاجة ألف بنسمو إيه ألف دا ألف يشير إلى النواة نكتب هنا النواة طيب رقم باب يشير إلى غشاء الخلية هنكتب هنا غشاء الخلية طيب رقم جيم يشير إلى السيتوبلازم هنكتب السيتوبلازم في رقم دالبي يشير إلى الميتوكندرية هنكتب الميتوكندرية عن حل مع بعض تدريبات سلاح التلميذ على الدرسين الثاني والثالث واحد ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية واحد يتكون النسيج من مجموعة خلايا متشابهة العبارة صحيحة رقم اثنين أول من اكتشف الخلية العالم روبت حوك العبارة صحيحة رقم ثلاثة يتكون جسم الإنسان من 40 ترريون خلية تقريبا العبارة صحيحة رقم اربعة ينظم تركيب أجسام الكائنات الحية عديدة الخلايا في سلاسة مستويات العبارة خطأ رقم اثنين اختار إجابة صحيحة واحد يتم التحكم في جميع أنشط الخلية عن طريق انختاره النواة رقم اثنين تسبح العضيات داخل الخلية فيه انختار السيتوبلازم رقم ثلاثة مكون في الخلية الحيوانية يتميز بخاصية النفذية الاختيارية هو عن اختار غشاء الخلية رقم اربعة أي مما يلي مسؤول عن الانقصام الخلو في الخلية عن اختار النواة في رقم ثلاثة اكمل مما بين القوسين رقم واحد من امسية الخلايا الحيوانية خلايا عن اختار منها العضلات رقم اثنين يتكون نقاط في الخلية النباتية من السليلوز عن اختار الجدار الخلوي رقم ثلاثة تكون نقاط من مجموعة من الانسجة عن اختار العضلات رقم اربعة تركيب داخل الخلية لها وظيفة خاصة عن اختار العضيات في رقم اربعة اكتب المصطلح العلمي لكل من واحد عملية استخدام الخلال الاكسوجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام ده اسمه التنفس الخلوي نكتب التنفس الخلوي رقم اثنين مراكز الطاقة في الخلية نكتبه الميتوكنداريا رقم خمسة لاحظ الشكل الذي امامك ثم اكمل ده شكل المايكروسكوب واحد يسمى هذا الشكل نكتبه المايكروسكوب رقم اثنين تتمكن من رؤية العينة وفحصها من خلال الجزء رقم رقم ايه رقم واحد العدسة العينية رقم ثلاثة يتم وضع العينة المراد فحصية على جزء رقم رقم اثنين وبكده يكون وصلنا معاكم لنهاية الدرس النهاردة ارجوكم استفدتم معنا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة